السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أحبائي في الخير مع شرح أسماء الله الحسنى واسم الله الرزاق جل جلاله وقد ورد اسم الله الرزاق في موضع واحد من القرآن الكريم وهو قوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو الكوة المتين ورد اسم الرزاق بسيغة الجمع في مواضع منها قوله تعالى والله خير الرزاقين هنا اسم الله سبحانه وتعالى الرزاق جاء جمعة في هذه الآية والله خير الرزاقين فالله سبحانه وتعالى هو الرزاق طيب عايزين نتعرف يعني ايه معنى الرزاق الرزاق أي أن المتكفل بأرزاق العباد القائم على كل نفس بما يقيمها من كوتها فالله تعالى يقول في كتابه العزيز وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يعني ربنا سبحانه وتعالى ما خلق من مخلوق إنسان أو حيوان أو طائر أو حشرات كل هذا له رزق عند الله سبحانه وتعالى الله قد قفل رزقه وقال تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم أي أن الله سبحانه وتعالى يرزق العباد جميعا والرزق هيقسم إلى نوعين يعني رزق الله للعباد نوعين أول شيء رزق عام يشمل البر والفاجر هذا الرزق يأتي إلى الإنسان الصالح ويأتي إلى الإنسان العاصي والمؤمن والكافر والأولين والآخرين وهو رزق الأبداني رزق البدن الجسم يعني قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وعليه فليس كثرة هذا الرزق في الدنيا دليلا على كرامة العبد عند الله كما إن قلته ليس دليلا على هوانه عنده يعني إن الإنسان الغني اللي عنده أموال كثيرة ولكن عاصي الله سبحانه وتعالى ليس كريما كما إن الإنسان الفقير العابد لله سبحانه وتعالى ليس دليل على أنه هين عند الله سبحانه وتعالى قال تعالى فأما الإنسان إذا ما بتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا ما بتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا أي ليس كل من نعمت في الدنيا يعني كل واحد من نعم كل واحد غني فهو كريم عند الله ولا كل من قدرت عليه رزقه يعني لو إنسان فقير وليس معه مال فهو مهان عند الله سبحانه وتعالى وإنما الغني والفقير والسعة والضيق كل ده ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى ومعنى ابتلاء يعني ربنا بيختبرنا في هذه الحياة الدنيا يختبرك شوف أنت هيكون تصرفك إيه من الله سبحانه وتعالى وامتحان يعني ربنا بيمتحن ليعلم الشاكر يعني إذا كان إنسان غني الله سبحانه وتعالى يبتليه واختبره شوف هيتصرف بالملده إزاي هل هينفق على الفقراء والمساكين والمحتاجين ويؤدي زكاة ويكون شاكرا لله ليعلم الشاكر من الكافر والصابر من الجازع طيب إذا قدر الله سبحانه وتعالى الإنسان أن يكون فقيرا يعني عنده كل من المال فهيشوف هل هو هيجزع هل هو هيرتكب معاصي فيشوف متى صبره هل هو هيجزع هذا امتحان من الله سبحانه وتعالى ثم نأتي إلى النوع الثاني وهو رسك خاص وهو رسك القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان يعني الرسك الثاني وهو حلاوة الإيمان والسعي إلى العلم الدين والدنيوي والإيمان والرسك الحلال كل دي من أجزاق من عند الله سبحانه وتعالى والرسك الحلال الذي يعين على صلاح الدين وهذا خاص بالمؤمنين يعني الإنسان بيكتسب ويسعى ويعمل لكي يتكوى على عبادة الله سبحانه وتعالى ولكي ينفع نفسه وينفع الآخرين هذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم منه بحسب ما تقتضيه حكمته ورحمته ويتم سبحانه كرامته لهم ومنته عليهم بإدخالهم يوم القيامة جنات النعيم الله سبحانه وتعالى بعدما هؤلاء اختبرهم في هذه الحياة الدنيا وطاعوا الله سبحانه وتعالى وفعلوا الخيرات الله سبحانه وتعالى يكافئهم يوم القيامة بجنات النعيم قال تعالى ومن يؤمن بالله ويعمى صالحا ومن يؤمن بالله ويعمى صالحا يدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله سبحانه وتعالى من يؤمن ويصلح من حاله ويقيم فرائد الله سبحانه وتعالى ويقيم صنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتقرب إلى الله بالطاعات الله سبحانه وتعالى يجازيه يوم القيامة بدخول الجنات وهي جنات تجري من تحت الأنهار وليس هذا فحزب ولكن خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا هذا الله سبحانه وتعالى رزقه بعد صبره في هذه الحياة الدنيا بأنه أدخله جنات النعيم وقال الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الرزق الحلال وأن يجنبنا الرزق الحرام وأن يبارك الله سبحانه وتعالى في أرزاقنا وأن يرزقنا بالإيمان وحلاوة الإيمان أن تمس قلوبنا وأن تملأ قلوبنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون له شاكرين له منبين له طاعين فأحبابي في الله كان هذا درس عن اسم أسماء الله وهو الرزاق ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصب علينا الخير صبا ولا يجعل معشتنا كدا ويرزقنا جنته يوم القيامة نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك وكل أحباي في الخير أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته